نتكلم عن موضوع مهم جداً الحقيقة في منتهى الأهمية إن احنا دايماً ندعم كل رياضي مصري تقلق وأدى أداء مشرف لمصر في الخارج بصفة خاصة كلمتين دول بنقولهم أكيد بمناسبة تقلق بطلتنا مايار شريف اللي ودعت للأسف الشديد منافسات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد أداء مشرف أمام ألتشيكية كارولينا بليسكوفا في الدور الأول مايار شريف المصنفة رقم 172 على مستوى العالم بتعد هي المصرية الأولى اللي بتشارك فيه الجدول الرئيسي للبطولة كسبة المجموعة الأولى أمام الشيكية المصنفة رقم 4 عالمياً بعد شوط فاصل فازت بليسكوفا بمجموعتين لمجموعة واحدة بواقع 6-7-6-2-6-4 والمباراة دي استغرقت ساعتين وخمستاشر دي وتواجه بليسكوفا في الدور الثاني إلينا أستابينكو حاملت لقب رولانجاروس لعام 2017 يا كمان خلينا نقول بطولة رولانجاروس دي من أكبر أربع بطولات على مستوى العالم يعني وهي طبعاً بتقام سنوياً في فرنسا فهي بطولة كبيرة جداً فيعني إن إحنا كمان نقول إن أول مصرية في التاريخ بتتأهل الدور الرئيسي من هذه البطولة فأعتقد ده إنجاز كبير جداً خلينا كمان نقول إن حرس كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي على الاتصال هاتفياً بلعبة هنا الأهلي ميار شريف بعد أداءها في بطولة رولانجاروس وأكد تقديره لها وإن كمان تكون فخورة بأداءها وطموحها بعد ما بذلته من جهد كبير واستعداد كمان قوة لستعداد قوة للبطولة وظهرها بشكل متميز هنا أمام بطلات العالم وده فعلاً كانت حقيقة يعني هي شرفتنا حتى ولو لم تفوز يعني لكن هي شرفتنا أنها تصل لهذا المستوى هنا عايزين نقول كمان كل القيادات الرياضية أعلنوا تهنئتهم ودعمهم ليها وطبعاً دكتور أشرف الصبح وزير الشباب والرياضة حرس كمان على تقديم التهنئة باللعبة ميار شريف لعبة منتخب مصر التنس بعد الأداء المتميز وشدت كمان وزير الرياضة هنا على تقديم الدعم للبطلة النصرية ميار شريف اللي بتقدم أداء مبهر للغاية في مختلف البطولات اللي شاركت فيها واللي بتشارك فيها فيعني من نموذج مصري نسائي محترم جداً ويمكن هي كان لها مدخلاً بارح يا كريم برضو كانت بتقول أن هي بتسعى تحديداً مع كابتن شبير وبتقول أن هي كانت بتسعى له الفوز وهي استمتعت جداً كمان باللعب وتفتقد الجمهور فكل التوفيق ليها إن شاء الله فيه البطولات والمقشاط اللي جاي عايز أقولك دي هي قطعة شوط هايل يكفي نحن بنتكلم عليها كوحدة رائدة لعبة مصرية رائدة من لعبات التنس إن هي توصل للمستوى ده وللمرحلة دي وأول الغاية في قطرة زي ما بيقولوا يعني عادي جداً ممكن السنة الجاية اللي بعديها إن عايشنا تتفاجئ إن هي بتنافس وتوصل لأدوار متقدمة عن كده اللي عجبني كمان إن مصر دلوقتي بتدت تروح وتاخد مراتب كبيرة في رياضات يمكن ما كناش فيها متميزين قبل كده أو محققين رانكينجز كويسة فيها فمصر ده مش شيء مبشر إن إحنا بترينا هو يبقى لينا يعني باصمة في رياضات تانية على سنوات ماضية ما كناش محققين فيها أي حاجة فأنا أعتقد ده تقدم مبهر وكمان تغيير الثقافة إلى حد كبير على فكرة حتى على مستوى لعيب التنس من الرجال يعني من أيام كابتل إسماعيلي الشفعي الواحد ما بيسمعش كتير أو مش باستمرار بتسمعي عن إن فيه لعب مصري أو لعبة مصرية في التنس وصلوا للمستوى دي فطبعاً شيء جميل جداً لما يارب نتمنى لها التوفيق في اللي جاي إن شاء الله